اشتركوا في القناة حصلت على تأشيراتها في الأسبوع الأخير من سبتمبر لا تنسوا الضغط على إعجاب للفيديو تابعي الزر الجرس والاشتراك معنا كي لا يفوتكم أي جديد ونبدأ مع أول مثال في هذه الحلقة هذا الشخص قد تم معلوماته البيومترية في الخامس من يوليوز بعد ذلك تم اتخاذ القرار في الخامس عشر من سبتمبر وقد توصل بتأشيرته في التاسع والعشرين من سبتمبر يقول بأن التأشيرة قد تطلبت 12 أسبوعا من الانتظار إذن يمكن أن تصل المدة إلى 12 أسبوعا أو أكثر هذا بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون ينتظرون التأشيرة يقول بأنه قد تم ملحه ستة أشهر مع دخول متعدد يمكن أن يدخل ويخرج ثم يدخل في هذه المدة التي هي ستة أشهر إذن نمر إلى مثال آخر في المثال الثاني لدينا هذا الشخص قدم معلوماته البيومترية في الرابع من غشت وقد قام بأداء طالبين وقد تم اتخاذ القرار في التاسع عشر من سبتمبر وتوصل متأشيرته في السادس والعشرين من سبتمبر كذلك إذن في هذا المثال نرى بأنه قد تم اتخاذ الغرار فيما يتعلق بهذه القضية في الظرف شهر ونصف تقريبا إذن هناك بعض القضايا التي تتطلب فقط شهر ونصف شهرين وهناك بعض القضايا التي تتطلب ثلاث أشهر فما فوق إذن الأمور تختلف بين القضايا لذلك لكل الأشخاص الذين لا يزالون ينتظرون فقط انتظروا وسيحينوا وقتكم بكل تأكيد نمر إلى مثال آخر هذا الشخص قدم معلوماته البيومترية في الثلاثين من غشت يقول بأن نوع التأشيرة هي تأشيرة عادية ستوندر ويقول بأنه قد تلقى الإيميل الخاص بسحب جواز السفر في السادس والعشرين من سبتمبر من العام الفين واثنين وعشرين وأنه قد حصل على تأشيرته في السابع والعشرين من سبتمبر من العام الفين واثنين وعشرين وأن هذه التأشيرة قد تطلبت على الأقل أربعة أسابيع إذن وقت وجيز حتى قاموا بمنحه التأشيرة إذن نمر إلى مثال آخر هذا الشخص قدم معلوماته البيومترية في الخامس عشر من يوليوز من العام الفين واثنين واثنين واثرين قام بأداء أول طلب في العشرين من غشت وقاموا بالرد عليه بأنهم لا يزالون ينتظرون اتخاذ القرار قام بأداء الطلب الثاني في الأول من سبتمبر وأخبروه بأنهم سيقومون بتحويل قضيته وأنه يتوجب عليه انتظار على الأقل خمسة عشر يوما من أيام الأمل قام بأداء طلب آخر في الواحد والعشرين من سبتمبر لكنه لم يجد أي دليل عن أنه قد تم تحويل قضيته نحو المكتب الموالي ليتم اتخاذ القرار لذلك قام بأداء طلب آخر بعد ذلك حتى تبين في الثاني والعشرين من سبتمبر بأنه قد تم اتخاذ القرار فيما يخص قضيته ووصله إيميل يخبرونه فيه بأنه يتوجب عليه الانتظار حتى يتواصل معه مكتب التأشيرات وفي الثالث والعشرين من سبتمبر تلقى إيميل يخبرونه بأنه يجب أن يمر حتى يسحب جواز سفره قال بأنه سيأخذ جواز السفر يوم الاثنين إن شاء الله مثال آخر هذا الشخص قدم معلوماته البيومتري في التاسع والعشرين من عشر وقام بأداء طلب في الخامس من سبتمبر يقول بأنه قد تم اتخاذ القرار وقام بسحب جواز السفر في العشرين من سبتمبر إذن كانت هذه التأشيرة السياحية سريعة جدا لأنها تأشيرة عمل تأشيرة عمل تأشيرة زيارة للعمل إذن لذلك لم تتطلب الكثير مثل السياحة العادية إذن نمر إلى معالجة أحد الأمثلة الأخيرة هذا الشخص يقول إذن يقول بأنه قد تم رفض التأشيرة الخاصة به ويقول متى الموعد الذي يمكنه أن يقدم التأشيرة من جديد بعد هذا الرفض إذن بعض الأشخاص سأل ما هو سبب الرفض إذن هذا الشخص شارك سبب الرفض وكما يتوضح لنا من هذه الصورة بأنه لم يقنع الهوم أوفيس بالدلائل التي قدمها فيما يخص العمل الخاص به وأخبروه أن هناك نقصا في هذه الدلائل وبأنه ربما سيدخل على الأراضي البريطانية وسيبقى هناك ولن يعود فقط بعد فترة قصيرة إذن هذا كان سبب الرفض هذا الشخص لم يقوم بتقديم المستندات اللازمة حتى يقنع الهوم أوفيس إذن هذا الشخص قام بالتعليق قائلا Don't bother until you have addressed the reason for the fuse قال له بأن لا يتعب نفسه بأن يتقدم لهذه التأشيرة مجددا حتى يقوم بتثبيت أو بإصلاح هذا السبب الذي تم رفضه من أجله وهذا منطقي لأنه يجب ضبط جميع الأمور قبل التقدم للتأشيرة مرة أخرى خصوصا بعد الرفض إذن هكذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم الحلقة الخاصة بالتواريخ التي حصلت على تأشيرتها بالنسبة لفيزا السياحة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر نلقاكم إن شاء الله مع الأسبوع الأول من أكتوبر في الأسبوع المقبل شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته